قصتنا النهاردة عن نجلاء اللي اتجوزت وهي عندها 15 سنة واكتشفت بعد الجواز ان جوزها بيشرب مخدرات لما كانت بتطلب منه اي حاجة كان يقولها اطلو بيها من امي ضرب بقى شتيمة مشاكل طول الخط رجع في اتفاقق مع باباها انها تكمل تعليمها وللأسف نجلاء حملت من تاني شهر حاولت تكمل معاها عشان خاطر ابنها بس ما قدرتش سابت البيت ورجعت لأهلها قعدت خمس سنين ونص ما فكرش فيهم يسأل على ابنه بالعكس موضوع قلب معا بعند رفض ان هو يكتب نسب ابنه استغل انه متجاوز نجلاء وهي تحت السن القانوني فيش وراء يثبت الكلام ده بدأ بقى يلففها في المحاكم بعد خمس سنين خمس سنين ونص تعملت قعدة عرفية عشان نحل الموضوع في القعدة يتحكم على نجلاء ان هي ترجع لجزء رفضت قالولها يا ترجعي يا تتطلقي تكتبي تعهد ان انتي هتتنازلي عن ابنك لو فكرت يتتجوزي رفضت ترجع له خافت مضت عالتعهد بدأت تنزل بقى تشتغل عشان تقدر تصرف على ابنها بعد الطلاق بفترة تعرفت على حد كويس جدا واحد ابن حلال قال لها ان انا هعتبر ابنك ده زي ابني بالزبط وفقت تتجوزه تأكدت ان هو كويس هنا بقى ظهر طالقها تاني خد ابنها بالعند الولد كان شكله نظيف وعلى طول مستحمي وشكله حلو زي ما هي بتقول فجأة بقى مبهدل وشكله مش حلو قص شعره عشان يحرق لها دمها قلبها بقى واجعها عليه بقيتش عارف طب هي كده ظلمت ابنها ولا هي وهو مظلومين عشان كده من ورانا وشرفانا النهاردة دكتور امل محسن استشاري الصحة النفسية عشان نشوف هنعمل ايه زيك يا دكتور امل زيك يا احلى سيدي في الكوكب ربنا يخليك تسلمي دايما بتجيبك في القصص اللي بتستفزك مش بتستفزني بتخبط في قيمي وبتخبط في الانسانية وبتحسسني انه يعني ليه انا بكون منفعلة ده سؤال على فكرة حلو قوي نبتدي بالحلقة ودي حاجة انا هغشش الناس كلها امتى الانسان بيتعصب لما تخبط في قيمه او تحسسه بحق بالعجز ويفقد المنطق في ادارة الموقف ذاته الموقف اصلا بيكون بلا منطق فساعتها الناس بتتعصب طبعا بنسب متفوتة اه طبعا يعني انا مش بعتبر نفسي بتعصب انا بعتبر نفسي بحتد انه فيه ناس فعلا بتخرج عن شعورها تلاقيها انت بتظلمني ليه او انت بتعجزني ليه او انت بتتبلع عليه ليه دستي على حتة عنده طبعا خبطتي في قيمه انه لا للظلم لا للمكايد لا لا وتابر بقى الموضوع ايه هو الانسان بيتعصب لما بنخبط في قيمه طبعا لما بنحطه في موقف يكون عاجز عن ادارته بمنطقه او مجبر بانه يدفع عن نفسه فدي يعني حتة كده لطيفة في الاول طب هو ليه امل الستة لما تطلق تفكرة الجوز تاني طبعا تقعد وتربي عيالها بقى وتسكت احنا نتجي الحلقة كده اه طبعا الله طول انت مش منحقك انك تعيش وتربي العيال ايه ما كل الستات كده ثانية واحدة اه انا عايزة ابتدي الاول الحلقة الحلوة دي وانتي لبسة احمر وانا بحبك وانتي لبسة احمر بكم جملة كده وانسيب المشاهدين يسرحوا فيهم قول بدون احكام بدون شروط تخيروا الحياة هتبقى عاملة ازاي لا صعبة صعبة ده هو ده التوازن هتستني دي الايه لو الناس ما عنداش ضمير ثانية واحدة بس انتي شفتي الجملة انا قلتها انتي اكانك بتقولي استفتي قلبك لا انا قلتش كده خالص ايبوت فرج عالموجود اه لا وبعد كده قول احنا حياتنا كلنا بينبوس بتبوس والصدمات كلها بتيجي من الاحكام المسبقة تلات كلمات أحكام مسبقة توقعات مسبقة شروط لأي حاجة شروط حتى عشان أبقى كويسة يعني أنا مش هخص غير لو عملت 1-2-3 أنا مش هتجوز غير عملت 1-2-3 أنا مش هتطلق غير عملت 1-2-3 أنا مش هشتغل غير عملت 1-2-3 أنا مش هحص أنها محبوبة غير لو حصل 1-2-3 أنا مش مع أن الكلام ده بيجي من المثقفين تلاقي ناس بسيطة لا تلاقي ناس بسيطة أمل لك ما تشتريتش حتى على ربنا في حلمك تشتريتش على ربنا حتى وانت بتدعي تلاقي ناس بسيطة فهمت كلامة لي ده للأسف ده بيجي من الثقافة الزيادة لا إن أنا ببتدي أربط حاجة بشروط نحن الوقت لو فصصنا الكلام اللي أنا بقوله ده هنحل بي أو هنفسر بي مشكلة الزوج ومشكلة مامته طبعا ومشكلة ابنه مشكلة قادة العرفية التي عملت وكل حاجة ما فيش شخص من أبطال المسرحية دي أو القصة دي إلا وعنده يعني تحدي أو مشكلة أو ترومة هي اللي بتحكم حياته بابها عنده ترومة إيه؟ أولا ثانيا فيه ثقافات يعني إحنا عايزين نقسم المجتمع شرايح ما نقدش نساوي كنا ما قلوه ده خاص بالمجتمع من الظروف اللي بعتت صاحبة القصة يعني ده مش هيحصل مثلا في مصر يعني في القاهرة مش هيحصل تلك لو عدت العشرين وما تجاوزتش يبقى في مشكلة ما فيش حاجة اسمها كده دلوقتي البنات بيبقوا 35 و36 بقى ما سورده بيبقى في مشكلة أما لما بتعدي التلاتين لا أنا بتلاقي صدقيني أنا أنا ابني موليد 92 مش كل دفعته اتجاوزه بنات ولاد يعني حديكي أبسط مثل في مجتمعي دلوقتي بدأنا نستوعب شوية وكل البنات عايزين كانوا يتخرجوا ويتفوقوا ويشتغلوا ويثبتوا ذاتهم ويلاقوا الشخص اللي حيكمل معا لأن هم بتعلمين كويس الحمد لله بيقروا عندهم ثقافة مطلعين نقوم الحقي إن أنا شوف وشوف وشوف واختار يعني أتفرج على زمايلي في الشغل اتفرج على زمايلي مش عارف إيه واختار في الآخر اللي يملعيني ويرضيني وينفعني بالزبت كده عشان ما رجعش حصل لنشوف قصة حقيقية اللي احنا ما نشوفه ده قرني بقى بنت متعلمة بشكل معين في بيئة معينة كده ببنت عيشة في أرياف أرياف أجد عنيسوا على راسنا كلنا بس تلات شهور خطوبة ولكن إنه لا المرحلة اللي قبل كده إنه أبوها نرجع لأبوها إنه أبوها يجوزها 15 سنة ما هي البنت لازم تجوز في السنة ده دي جريمة سترة دي جريمة دي جريمة من سترة جريمة يعاقب عليها القانون نتج عنها إن ابنها ما عرفتش تكتب نسبه نتج عنها إنه كل الزل اللي تزليته ده ما لهاش حقوق ما كملتش تعلمها لأنه العقد الجواز قانونا مش مش موجود فهم قصدي يعني أعتقد دول بيكتبوا ورق بسبتالي الأغلبية ورق عورفي بتستند مش لقانون قد ما هو مثلا بيقى فيه عمدة في شيخ البلد شيخ البلد ده أخذت ولد يعني بلد كلها عارفتها قصة ما هو شيخ البلد ده بقى جيه بيتقولك أنا برضو من أكتر الجمر استفزتني إنه في الأعضل عادة العرب اللي عملوها دي قالت لك الشيخ كلهم عادوا ضغطوا عليه وباباها طب معلش سنة يا واحدة الشيخ ده ما أراشي بمصحف مرة يعني هو لقب بالشيخ على أي أساق ما أراشي مش عالك حفظه مش عايزي حفظه أنا عايزي يتدبره هو ما أراشي في القرآن أحكام الأسرة يعني ما أراشي في القرآن يعني نص الآية واضح كده مساكن بمعروف أو تسريحهم بإحسان هو ما كانوش خايفين على أنه يخلصوا من البناء ده بأي طريقة فبيقولوا لها طب يا جماعة ما إحنا أهزين لبنية عشان الناس تفهم ما بنية على باطل فهو باطل يعني إيه؟ يعني الناس اللي لسه بتفكر في بعض البلاد والقرى والناس البسيطة إنه جواز البنات سترة آه جواز البنات سترة بس عند السن القانوني ليه وهاي مش مصطورة وهاي مش مجوزة؟ أنا مش عارفة يعني أنا مش عارفة يعني أنا برضه أنا عايزة أعرف آه جواز البنات سترة أوكي يعني إيه بقى فسر من فضلك؟ من فضلك فسر لا لا تفضحنا وحد يتحك عليها وتكلمه يبقى أنت رجل معرفتش تربي بقى أنت كنت تعمل كده ده إحنا كنا كده في قصة ما بقى لك بقى خلصنا من قصة الختان الحمد لله رب العالمين لا ده حلقة ثانية بقى لك بدأنا نقتنع خلو عشان ما تفضحناش دلوقتي بقيت لها جوزها عشان نسطرها عشان بعيني البيت تحمل البنت تبقى حملة على أبوها إزا اللي أنا قلته في الأول الحياة عبارة عن أحكام مسبقة محدش عايش أي حاجة دلوقتي كل الناس عايشة في أحكام وخيالات وحاجاتهم ما عاملينها جوه نفسهم حسب ثقافتهم بقى فهو الرجل ده زي الشيخ البلد زي العمدة زي كل الكلام ده اتربوا على إيه؟ إنه البنت يعني تبلغ تتجوز طيب أنا عايز أسألك على حاجة باباها بقى ليه بقى مش شرط يكون فقير أيوة مش بزيين هو أستعرف عليها خمس سنين ونص مين؟ أبوها آه ما أنا عايز أسأل أنا عايز أعرف باباها ده يعني ده تصنيفه إيه في علم النفس إنه ليه تنازل عن إنه واحد ملوش كلمة مش هو بلو راجل كلمة يعني عم إحنا بتوعي القانون وإحنا بتوعي التعليم وإحنا اللي بنقوم البنات لأنه في رأيه تاني ممكن يجي أقولك كده أنت بتوعيها وتكلميها وإحنا ما عندراش بنات تقول رأيها وكده ما احترامي ليكوا كلكك فيه دين فيه حكم ريو بينك كنكيو إنه إحنا لو إحنا بنتكلم كده أو بدين أو 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 طبعا يجي أقولك إيه طب إنتوا بقى عندوكوا الراجل كلمة طب والراجل ما عندوش كلمة وخلي بالاتفاق مع باباها إزاي بابا أكمل في جوازه زي دي يا لو إحنا بنقوم البنت أو بنحاول نوعيها لهم مش فاهمين النقطة دي إنه ممكن برضو بيقلبوا عليكي فجأة فأما يقولك بتقومي بناتنا علينا عم إحنا عايزين المصلحة العامة إحنا مش عايزين حاجة إنتي عارفة بتور بتاريخي كله عرض للحالات اللي قلت الناس تتطلق وعندها أولاد حلقة واحدة في تاريخي في تاريخ 20 سنة بتكلم لما يمدي إيده أنا فاكرا كويس قوي يعني فيه كذا حاجة مش بس مدلي يا قلت يوديها الباباها ما يمدش إيده ما يقلش أدبه ما يعملش أهل بالزبط تمام فأنا عايزة أقولك هنا هنا بقى إحنا روحنا في قصة أسوأ بكتير هو أصلا مش راجل ومدمن مخدرات هو شخصية اعتمادية مش راجل مدمن مخدرات اعتمادية من وجهة نظر يعني هو من أمه طبعا ولكن دي ثقافة بتاعة فيه كده بعض الناس في بعض البلاد بتبقى الأم دي عاملة زي العمدة بتبقى هي نفسها مسترجلة لا مش مسترجلة هي بتبقى يعني ما تزعلوش مني بس هي بتتقالك ده مشيها جزة فجزة بيحباها مشيها البيت كله آه هي الكبيرة مش مسترجلة هي الكبيرة أيوة هي هي العمدة هي الكبيرة بتحصل هي الكبيرة هي العمدة بتاعت مكانها معنى مش مسترجلة كلها حنان وأنوسة بس دمرت الكوكب احنا بنتكلم على حامتها آه أيوة بفعلا دمرت الكوكب دمرت بها لكن هي مش مسترجلة هي كلامها أنه الراجل بيدرب مرات أو هي أكيد تربت على إن جزها بيدربها أو يمكن فعلا هتكون ما قدرش يضربها أو هي عايزة يضرب بنات الناس طبعا نرجع تاني بقى الكلامي الأولاني ايه ده لما كنت بقولك بدون أحكام بدون شروط بدون أحكام مسبق الموروث الثقافي عند بعض الناس في بعض المحافظات وبعض الأسر في بعض المحافظات خليني أقول مفهوم الرجولة عندهم ليه حاجة لا اتبح لها القط ايه أمل هتخالفي الكلام ولا ايه لا مفهوم الرجولة عنده إنه يشرب حشيش وإنه يضرب مراته وإنه أمه تبقى هي المسيطرة على الأسرة يعني أكيد عنده أخوات تانين وجوز برات أخواته وجوز أخته فلازم تبقى فيه هي الراس الكبيرة المسيطرة الرجالة بتروح الشغل وهي تدير شغلها الأساسي جوه إنها تدي أوامر هنا وتدي أوامر هنا وتنغس على دي حياتها وتنغس على ده حياته ولما ييجوا الناس أولادها من الأشغال تديهم دي نظاف مراتك كويسة دي دي وحشة دي كويسة دي ربيها دي ما تستهلش دينك دية دي كذا واتضخم في الأمور وتستمتع بدور القائد وتستمتع بدور رئيس جمهورية نبيها دي يعني نجلاء لما مشت بعد ما هو ضربها ومامته ما سكتتش يعني لما هو يضربها قدامها كان عندها حق مين عندها حق نجلاء نجلاء عندها حق تريديون في المية في كل حاجة خمالتها وأنا فخورة بيها إنها واحدة عندها 15-16 سنة اتبهدرت البهدلة دي كلها ودمغة فيها وعرفت تحسم موقف الده ده يعني دي رفاهية أو أوبشن مش موجود عند بنات كتير في نفس ظروفها في نفس القرى في نفس المحافظات بس دفع التمن كبير برضو نزلت تشتغل عشان ما تحرمش ابنها من حاجة برضو أبوها نشكره إنه سابها يا بوسي أبوها نشكره؟ أبوها يا جماعة إحنا لازم نحط الفوزل في مكانه انت عايزة تشكريه لين؟ لازم نقول العيوب ونقول الميزات على إيه ولا على إيه ولا على إيه؟ باباها غلطته بس دي غلطة مجتمع مش غلطته لوحده جواز البنات 15-14-16 سنة سيبك من دي أمل تعليم إيه؟ وعدم التحري عدم التحري في السؤال عن العريس ده يعني أنت بنتك لسه طفلة فإنت جبت لها عريس وهي وفقت والدنيا سطرة وماشي معك للآخر طيب على الأقل اضمن لها حقوقها القانونية والبلد كلها بتبقى عارفة يعني لازم يا جماعة تقول تبسل الناس عشان يوصل لهم الكلام أول حاجة يازم تروح لمحامي يضمن لبنتك حقوقها القانونية لو حصل أي خلاف وإنت بتجوزها وإنت قبل ما تجوزها ولازم تضمن إن هي لما هتخلف هتعرف إزاي تعمل النسب طبعا فدي حاجات لازم دي نصايح لكده لازم نقولها عامة للناس اللي مصرة يعملوا نفس الغلطة اعملوها خلاص دي مشكلتكو ولكن خدوا احتياطاتكو عشان أنتوا في الآخر اللي بتشيروا الهم برضو عارفة يا أم حاجة مدام أمالوها بتجوزها القايمة والمؤخر عشان نضمن لبنت حقاها والشاب كتابعا ما كتابتش هي في كلام بارك يا كتابت الكلام ليه بقى عشان نعرف نجيب حقا ونعمله تبديد أو نسجنه في يوم من الأيام لو فكر بصي دي قصة تانية خالص طبعا قصة تانية خالص أقولك اللي بيفكروا فيه أقولك تتعايزة لما احنا قامل الكلمة يا جماعة القايمة في مجتمعات كتير جدا ما بتعملش القايمة لك تتعايزة تضيع حق بناتنا ليه كده دا القايمة دي أهم حاجة بتضمن لك حقك قايمة ايه تضمن لي حق القايمة ما يضمنش أي حاجة لسبب بسيط قوي هو كفر سيئاتها لحد ما طالبت التلاق في الأقرة تروح تخلعه هتخلعه هتتبع حتى تتنزل عن القايمة وعن العفش وعن حقوقها وعن كل حاجة فهو يعني هي لعبة طب انت كان رأيك يكتبوا ورقة ان هو يكمل بنت تعلمها يعني هو أنا ازاي أربط راجل باتفاق احنا بقى أحنا بالنوات ما بنقولش جملة مفيدة فخلينا نقول واحدة واحدة أول حاجة الناس اللي بتغلط نفس الغلطة لو سمحتوا خلاص ما انت يقولتنهم يعملوا ايه اخذوا طريقة تنبنوا حقوق القانونية بتاعة النسب وبتاعة الجواز تاني حاجة انه هو لما ييجي أب عايز بنته تكمل تعلمها وهو يتعهد له التعهد ده لازم يبقى مكتوب قوانين عقد الجواز الجديدة دلوقتي لو هو كانت اتجوزت بعقد جواز بيتحط فيه الشروط ما يمنعهاش من التعليم ما يمنعهاش تزور أهلها ما يمنعهاش من سفر ما يمنعهاش من العمل دي حاجات ده قانون طب لو انا بقى ده قانون لو انا بقى تحت السن القانوني وتجوزت أمسكه بايه بيتكتب الكلام ده عند محامي اه فعقد ويبقى فيه شهود وبيبصمه وبيكتبه على كل صفحة او الله يعني يعني لو حتى ببصمة مسهل انهلكوا نعملكوا يعني كل صفحة بيتمضي عليها لان فيه ناس لو هي نيتها وحشة بتغير الورق ما تمضيش على اخر ورق اوعي تعملي كده لده نصيحة لكل الناس ايه بقى يعني لو العقد ده لو اي عقد بيع ايجار جواز طلاق اي حاجة في التنية من عدد من الصفحات لازم بنضي على كل صفحة ونحط الكلام جوه برواس كده علشان خاطر فيه ناس اسدزة فيه ان هما يغيروا الكلام فلو انتي ماضي على اخر ورق بس اللي فات ده يتقطعوا اه يتقطعوا جملك قمدتك على اخر ورق بالزبط كده فلازم الناس برضو تنتبف عشان كده لازم محامي لازم محامي لازم محامي ثلاث مرات ومحامي برضو هيعمل ايها من العقد عرفي بس في الاخر انه هيبقى فيه ورقة تثبت وعليها شهود هذا التعهدات هو انتي لما مثلا يقولوا لي تنازلي عن ابني عشان اتجوز تاني ده 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 ايه يعني مش عارفة اقولك ليه يعني معارفة لو ما فيش سؤال بسي هو بتعاقبوني في بعض المواقع مش عايزة اعم مش عايزة اقوله السعيد كلها مش عايزة اقوله ارياف كلها بس في بعض البلاد ما زال فيها هذه الثقافة بس فيه اهالي ثقافة انتقامية اهالي تديم من عيالها يتعيش المزلولة معايا متهنة لا يا انا ههينك بطريقة تانية حرمك من اغلى ما عندك الهوضة نواتي ازاي ابوها بقى يا دكتور امل يعني عايزة توقع جنبه ازاي ابوها يوافق عالكلام اللي بيتقال ده يعني لو قاعد لو انا مجيبتش حق ابنتي يبقى انا اب ليه ولا هو زي وافق يعني انا انا يعني وانا عام قاعدة مالة اقرق قصة كزا ما وارا مش بصد انا ابوها كان بيضغط عليها كمان بص يا حبيبتي اعدات العرب دي محتاجة ان احنا نعرفها للناس اه يعني او كنا استعنى بحد يعني يفهمنا بس انا عشان عندي فكرة هقول باختصار اعدات العرب دي بيبقى ليها قوة غير عادية فلو شيخ البلد والشيخ التاي المتدين ده المفهوض ان هو شيخ والناس دي على فكرة في بعض الاعدات لو ما سمعتش الكلام بتدفعي فلوس ايوه غرامة كده غرامة هو ممكن يكون مش اصدار شيخ قد ما هو شيخ البلد مش اصدار شيخ دين بيبقى فيها عدة تخصصات يعني كبير البلد زي عمدة او شيخ البلد بيبقى فيها شيخ بتاع الجامع او الزاوية او كده حسب حجم البلد يعني بيبقى فيها حد من عيلتها وحد من عيلته وهكذا كل بلد ليها تخصها اه طبعا كل بلد ليها تخصها في الاخر الضعف جي منين يعني ضعف المسألة جي منين بابا انه لا نعم لا ضعف الضعف جي من ان باباها لقى انه كبرات البلد بيضغطوا عليها انها ترجع فحس ان هو مش هيغرد برا اللحن معقولة اه طبعا لان دي هناك بقولك دي مفاهيم انا شو انا بكت بقول من الاول مجموعة من الافكار والثقافات ومفاهيم عن الرجولة ومعتقدات عن الرجولة هو مش هينفع يطلع من وجهة نظره ونظرهم مش راجل مش عارف يحكم على بنته بس هو ما كانش يرفع يقول وهو كان لدي ده قعد قعد بنتي انا معاكي انا معاكي بس ما كانش يرفع يقول يا امل ده حرم بنتي من التعليم اول حاجة ده امه خلته يضرب بنتي يا جماعة يا جماعة ده مش عايز انه يزبط نسا بابنه احنا ما عندناش تفاصيل عادة ما كانش يرفع يطلع يقول كده عشان ما يغردش برة السربي يعني انا يا حرام دلوقتي انا متعطفة مع الراجل ماشي بس ما كانش يرفع يطلع يقول واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة التمسولي انا ان انا ابقى اب صالح ودفع عن بنتي انا بالنسبة لي انه ناس تبقى عارفة انه بنتهم او ما يخصهم جوزها بيشرب مخدرات وبيضربها وبيهنها وما بيصرفش عليها وبيرجع في كلامه راجل وعيش حياة مش كريمة بالشرع وبالدين وبالقانون لازم تنفصل ومفروض نقف وقفة بعد ما انت اتفقت معايا على التعليم وقلت لأ مش كلام هو انا اقول لك الحاجة مش لما الاب بيعمل لبنته ايمة ومع احترامي لكل زوج او كده بس يخوفوا ان انا ليها ظهر لو جيت جنبها هكلك المفروض يعني لو ناس دي بتفكر كان تروح تعمل طلاق للضرر لانه وتطلب تعمل لجزءها تحليل مخدرات لانه في مخدرات بتروح من الجسم بعد ثلاث ايام في مخدرات بتروح من الجسم بعد ثلاث شهور في مخدرات بتروح من الجسم مش قبل ستة شهور فهم ما يعرفوش انه هما يقدروا يعني هما هو ضغط عليها بورقة الولد هي كانت تقول طب من غير ما تقول على فكرة اللي بيهدد ما بيعملش لو هي ما فيش اللي بيهدد ما بيعملش مفيش إثبات إنيه ما تجاوزها أصلا يا أمل أنا بقى دي محتاجة أتأكد منها هي بتقول مفيش عقد ما هو ما سجلش ابنه عشان يغزى عند أكيد في عقد مش فيه شهود وفيه عقد عرفي وفيه أي حاجة وهو ده ما يمشيش في القانون وإحنا نجيب قعدة ولما منهم هي لازم تروح تبلغ عنه وتاخد ابنها للدرر وممكن يكونوا خافوا يا أمل عشان ممكن ما نسلمش من الأذى خلي بالك فيه حالات كتير جدا بيبقى هو أنا مش عايزة أخطي احتمالات أنا عايزة أتجاوز من خلال قصة الأب ده يعني أنا حطي احتمالات أن أنت لما قلتي أنه يغرد برا يغرد برا السرب أنه ممكن فعلا يتقال عليه أنه هو أنت مش راجل أو أنت أنت جايبنا ليه أو أنت غريبة عن أيوة أنا بقى حطيت نفسي مكان الراجل ده وصاب علي يعني أنت تظلمت مرتين هو الزرم مرتين مرة ساعة البنت ومرة ساعة ما أنت مش عارف تجيب حقها ماشي وأنا بس عجبني قوي راجل في حاجة واحدة دي نادرة ما بنسمحها في الأرياف بالذات أنه شال بنته وابنها خمس سنين ونصف أولا الهجر في المضاجع ده لي يعني أنه واحد يترك زوجته طبعا خمس سنين ده أصلا أنا من وجهة نظري هي كده متطلقة طبعا لأنه برضو ده في الإسلام على فكرة يعني في الإسلام إيه أقصى وقت ممكن يبعدوا الزوجة عن زوجته ودي عيلة طبعا إذا كانت في الحروب كانوا بيعملوا حساب للموضوع ده يعني في الحروب كانوا أنه ما بيجوش على سيد الدين كرم المرأة وإنتوا مصممين أنتوا تعملوا فيها كده كمان برضو لو هموا عندهم ثقافة تاني هقول في دلوقتي في كل محافظة حزب كل الأحزاب ليها دايرة أو ليها أو المجلس القومي للمرأة فعلا أو وزارة التضامن الاجتماعي كذا حاجة أو خط نجز الطفل طبعا بحقوق المرأة وحقوق الطفل ومنع الجواز الألم 18 سنة وحاجات كتير قوي وحياة كريمة وحاجات كتير قوي يعني يا جماعة يا اللي بتسمعونا من الأرياف لو سمحتوا روحوا لي أمنت المرأة في المنطقة بتاعتكم روحوا المجلس القومي للمرأة روحوا اطلبوا حقوقكم إزاي خمس سنين أنا عيشهم مع ابني يقدر ينساني في كذا شهر مش بينساك يا بنتي إزاي يقولي أنا زعلان منك بعد كل هم محفظينه كده هم محفظينه كده ينفع يحفظ كده أيوة مش طفل طفل لسه طفل وقته هو عاش خمس سنين ونص شاف حاجة عارفة قلوله قاعديني قلوله إيه أنا متخيلة بقى أم كرامتك راحت لرجل تاني سابت حضنك وراحت لرجل تاني وأكيد كلام بقى طبعا إحنا يعني برضو في تلفزيون وكرا معه مع التحفز بقى للي بتقال أكثر من كده مع التحفز بس لغة الشر فيه لغة للشر فيه ناس بتصحى من النوم حنشر على مين النهاردة الناس دي بشكل عام موجودين في كل حتة دول بتعمل كده في بعض أشخاص بيعملوا كده في بعض منظمات بيعملوا كده في بعض فيه ناس كده عشان كده فيه جنة وفيه نار هسألك آخر سؤال وسؤال صعباني جدا بس أنا مجبرا نعمل كده برضو اتفدأ هل لو خيروا أي واحدة بين أنها تتجوز وبين ابنها تختار إيه الفطرة الفطرة خليني يعني دي بس مسحتي في الحكة هو صعباني جدا وانا عرفه وسؤال لقين جدا بس أنا مجبرا برضو ثانية واحدة أولا خلينا نحط شوية قواعد كده إنه مش كل الناس عندها نفس القدرات شكرا كويس ففيه حاجات أنا كامرأة قادر عليها أنت كامرأة ما تقدريش عليها والعكس صحيح تمام فيه حاجات أنا هقبلها مثلا لو أنا عندي شريك حياة أنت لما تشوفيني تقولي إذا أملك جننة إزاي قبل كده والعكس صحيح ورجالة كذلك بس خلينا في المرأة غريزة الأمومة دي خاصة بالمرأة أعلى من غريزة الأنوزة؟ غريزة الأمومة بالعلم وبالدين وبالقانون وبالتاريخ وبالطاقة يعني حتى بيقولوا في علم الطاقة أن الحبل الطاقي اللي بيني وبين أمي لن ينقطع حتى هي انتقلت هي ماتت الله يرحمها بس الحبل الطاقي الوحيد اللي موصول عايشة أو مش عايشة الأم في علم الطاقة بيقولوا كده فالأم دي حالة بس أنا بقى بين قصين أني أم القاعدة الأم الطبعية السوية دي أقوى الأمومة أقوى غريزة خلاص القطة بتاكل ولادها خوفها عليهم القطة اللي هي الحيوان مش الإنسان فالأمومة دي غريزة فيها كتب وعلم كبير قوي وقصص ونظريات ولكن هي لما ودت على الإقرار ده إن هي مش هتتجوز كانت الغريزة دي عالية أو كانت في اللحظة دي سوية لا هي سوية لحد دلوقت هي حرام الصراع اللي هي فيه ده عشان هي مش ملاحقة تستقر خمس دقائق في حياتها يعني هي تقول لما ترفع رأسها كده تروح وأخذها الخبطة فهي يعني بتتعزب من عندها خمستاشر سنة يا جماعة هاختم معكي باب سؤال فهي برضو خلني أقول لك معيش أنا بقى جاوبت السؤال هي لما ودت على ورقة دي كانت في قمة الأمومة لأن هي مش في المخة أي حاجة تانية حقق ولكن لما الأمور مشت عادي وتصورت إن مفيش حاجة ممكن يعني تغير ده ومشيت كده وعدين لقيت واحدة هتتجوز هي برضو ما حسبتش الشر اللي هناك أكيد لأنه لو كانت بتحسب للشر اللي هناك والنزعة الانتقامية اللي عندهم كانت بعتت حد يهدد هاختم معكي بسؤال يهدده لو أنت خدت إبني أنا هبلغ عنك أن أنت مدمن مخدرات هاختم معكي باب سؤال هل نجلاء ظلمت ابنها زي ما هي بعتها تقول لنا ولا لا يا نجلاء دي بقى دي رسالة لنجلاء نتفضل أنت تظلمت الأول أنك تجوزتي صغيرة ومش فاهمة ومعنديكيش خبرة يا نجلاء أنت تظلمت أنك تجوز أنك خلفتي وانت مش فاهمة حاجة ومعنديكيش ورق يثبت أن أنت أم وده ابنك أنت تظلمت لما تحرمتي من التعليم أنت تظلمت لما عيشتي راجل بيشرب مخدرات أنت تظلمت لما كانت حماتك بتفتري عليكي وبتجدب أنت تظلمت لما جوزك تخلى عنك ورماكي خمس سنين وده ضد الإسلام وضد الدين وضد العرف وضد الشرع وضد الإنسانية أنت تظلمت لما لما اتهجرتي وتهنت وتضربتي وتحرمتي وظلمتي ابنك أنك وافقتي تعوضي خمس سنين من غير ما تحطي حدود للعلاقة وتتتم خمس سنين وأبوه عايش فدول ناس مش أسوياء ولو عملت أي حاجة عشان تفسدي حياة ربنا بقى عوضك بعد ده كله برجل محترم ده بناء أنا بقول الكلام ده يا نجلاء بناء علمتي بعته في القصة طبعا فإذا أنت عايشة مع رجل محترم أعرفي أن ابنك هيرجع لك هيرجع لك وهو أنت أمه في شهد الميلاد والرصيد اللي بينك وبينه زي ما أنت كتبة في القصة كفيل بأنه في دلائل مادية عن مدى رعايتك لي ومدى الناس المرضى اللي هو معاهم أنت من حقك النهاردة بعد ما تسمعي الحلقة أنك تروحي لمحامي عشان تجيبي حقك وحق ابنك وتثبتي أن طاليقك ده ولا أبو وابنك ده بيشا مخدرات وأنه دولناس مش أسوياء وأنه لازم يكون عندك شهود على الضرب والإهانة وتثبيت يعني لازم محامي يعرف يزبط لك الأحداث عشان يجيب لك ابنك ويرد لا مش لحضنتك بقى بس ممكن يجي يعيش مع مامتها نورتين وعرفي نهاردة حاجة مهمة يا نجلاء اللي بيمشي ورا كلام الناس أنا هي برضو في حتة من القص قالت قعدت مع أبويا قالوا قعدة مع أبوها سبت بيت أبويا قعدة فهو ركزي في نفسك وركزي في الحقيقة في الواقع اللي انت عيشاه انت هرده سعيدة مع راجل ما سيليك هتخلي فيه وحتعملي حياة جديدة ويحاولي تتواصلي معي عشان أحاول أحرارك شوية من كل الألم ده عشان تعرفي تعيشي الحاضر بالحاجات الحلوة اللي فيه نورتين يا أما تانك ورسي يا دكتور